السلام عليكم حبيبي حبيباتي النهاردة بنتكلم عن الصف السادس الابتدائي وده الامتحان بتاع إدارة المحمودية التعليمية النموذج ألف وزي ما عودتوك دايما برجع معاكم الامتحانات وزي ما متعودين دايما مع بعض يلا بينا وان شاء الله ياريت طالما معايا كده يبقى ما تبصش كده وتجري ما ينفعش ياريت لو لايك وشير وتعمل طبعا سبسكرايب أو تشترك في القناة وتنورنا كده لو الموضوع يهمك لو مش يهمك خلاص باي مع السلام ولو في حاجة تلفت نظرك يديني كومنت اللغة عربية برعة تفوق المقاييث المقياس المسابقة كانت في الرسم الذي أمر بعودة البعثة هو عباس الأول طبعا مثل القائم على حدود البهاء المهم القائم هو المتولي وجمع قوم أقوام أعلاها أسفلها بينهما طبعا تضاد يبرز المعنى ويوضحه كلمة أباك اسم إن منصوب بالألف أخوك بالواو مرفوع طبعا بالواو دي من الأسماء الخمسة سلمت على ذي علم ذي علم تمام ويقولولي كده منصوبة ليش الطالب الرياضة طه تقاطع صاد سالب سالب أربعة طبعا أكبر من سالب سابعة لإنه احنا كل ما بنعلق في الأرقام في السالب بين القيمة أربعة وبه اللي هي به أربعة وتلاتة وجيم أربعة وسبعة يبقى طول جيم حيبقى أربعة عشان ده المشترك بينهم سالب تلاتة في السين بيسابعة وعشرين قيمة السين هنا طبعا تسعة عشان تسعة في تلاتة بسبعة وعشرين طبعا سالب سالب خمسة وستين نقط صاد طبعا لا تنتمي لصاد النقطة سالب تلاتة واربعة بالانتقال إلى السفر والسالب أربعة هي طبعا سالب تلاتة وصفر المشتركة برضو زي ما اخدتوا بالكم عاملية الجامع هي ابدائلية ودامجة ومغلقة يعني كل ده مع بعض اللي هي كل ما ايه سبق دي بالنسبة للرياضة من المحافظات الحدودية محافظة الوادي الجديد طبعا ارض منخفضة بالصحراء وتقوم عليها الزراعة بالمياه الجوفية طبعا الوحاد محمد فريد هو الانشأ فعلا او دعا لانشاء المدارس الليلية من مطالب الامة في مزارة عبدين اسقاط وزارة وزارة رياض باشا ده تاريخ مصر الحديث العلوم طبعا اه من كسرت البندق دي من الرافع النوع الثاني المقص رافع من النوع الاول طبعا عشان انتوا اخدتوا بالكم بقى الوقت توفر الجهد والوقت والمشاء من الرافع التي لا توفر الجهد ابدا المكنسة الكهربائية رافعها تؤثر فيها قوة نيوتن المهم المهم الرافع المتزنة هي خمسة وعشرين نيوتن دي بالنسبة للو اه اكيد العلم صحي طبعا ويلا بينا على اللغة الانجليزية يعني حل الطوارئ ده كده طبعا انا عايز افكركم بحاجة احنا اخدنا الماضي المستمر دي حاجة من الحاجات اللي احنا اخدناها اللي هو فعل مستمر في الحدوث وقطعه حدث ايه اخر ده الماضي البسيط الماضي المستمر والماضي البسيط اللي هو يونت ايت انما عندنا هنا اه اه في يونت وان في يونت اه سيكس اللي احنا اخدنا فيها صولست واركسترا والحاجات دي كلها والكونسيرت والقلات الموسيقية بكده انا اقدر اقول لكم السلام عليكم ان شاء الله نتقابل في متحنات جديدة بقى ان شاء الله مع السلام